موسيقى السيدات والسادة المشاهدين مساء الخير مرحب فيكم في عين الحدث والليلة نتحدث مع ضيوف كرام خدموا الوطن وما زالوا يخدمون الوطن سعادة النائب صالح العرموط أهل وسهلا فيك كل الاحترام والتخدير لك وسعادة النائب السابق مصطفى رواجد أهل وسهلا فيك كل الاحترام بالحقيقة عزائل المشاهدين هناك هم كبير هم المواطن وهم الوطن واليوم نتحدث عن غلاء التعينات والتنقلات في الأردن ماذا يحدث في الأردن هل تستطيع الحكومة أن تواجه الكم الهائل من هذه التحديات التي تعصف بالمواطن الأردني وأصبحت ثقيلة جدا على كاهل المواطن الأردني المواطن الأردني اليوم يعيش حالة من النزاع الداخلي حتى يحصل خبز حتى يقدر يعيش هل نستطيع أن نساهم في صناعة مواطنة جديدة أردنية يعني اليوم سنتحدث مع ضيوف الكرام حول المشاكل التي تعصف بهذا المواطن كيف يستطيع أن ينجو المواطن الأردني من العاصف الكبير العاصف الاقتصادية الصعبة التي سراحة عم تحصد الأخضر واليابس أين هي الحكومة الأردنية من هموم المواطن الأردني وكيف تعالج وتقف مع المواطن الأردني اليوم وفي هذه الصعوبات الجمة التي تواجه المواطن أيضا هناك قصة التعينات وقصة التنقلات كيف تتم؟ ماذا عن موضوع التعليم في الأردن؟ موضوع النقل، موضوع البطالة، موضوع ثقافة العيب؟ هناك قضايا عديدة وكبيرة جدا وهموم وطن كبيرة سنتحدث عنها الليلة لكن السؤال الأهم هل نستطيع حقيقة نحن والشعب الأردني أن نتحمل أكثر من ذلك أخي صالح؟ شكرا دكتور وأنا سعيد أن أكون في هذه الحلقة مع إدارة ناجحة الدكتور الرائد وأخي وصديقي الأستاذ مصطفى لأول ممدينة في الإقاءات من شأن نقافة المعلمين من شأنها تأسست نقافة المحامين ورجع المجلس العالي تفسير الدستور ليقول أن من ناحية دستورية وقالونية يجوز في الوقت للمجلس العالي تفسير الدستور رفضها تصور كيف الموازين تنقلب والسياسات لا شك سؤال رائع وممتاز كما تعلم الأصل أن الدولة تكفل الطمأنين المواطنين وتكافر الفرص والمساواة بتقلد الوظائف العامة المواطن أصبح مرعوب من سياسات الحكومة سياسات حكومة متتابعة ومتقلبة ومزاجية والتجالية وفيش عمل مؤسسي فيش دولة مؤسسات وقانون وسلبة الحكومات من صلاحياتها المنصوصة عليها في المادة 45 من الدستور وبالتالي لم يعد للمواطن ثقة في هذه الحكومات يعني كيف يمكن أن نقول هناك ثقة للمواطن وقد تم زيادة الأسعار والضرائب والرسوم وكبلت يد العامل والمزارع وحتى المزارعين صاروا يصرخوا من نتيجة ضرائب والرسوم كل عام يشتكي يشتكي الفقير والغني يعني تصور أن المدينية وصلت مبلغ 27 مليار بمعنى أن كل مواطن أردن حسب إحصائية لأن الإحصائات تطع عليها حوالي 4000 دينار 27 مليار وهذا يشكل خطوط حمراء لدينا هيئات مستقلة بعين ابن الموظف الغلبان على أمره على نظام الخدمة المدنية ب200 و300 دينار بيجي على هيئة المستقلة بعينه ب200 و300 و400 دينار هذا كلام مرعب ما فيش أنه سياسات إنه والله الكفاءة أو برنامج اليوم عقم الوطن من رجاله وما فيش غير أنقل واحد من الموقع إلى موقع أو بعطيه مناصب نفس الشيء الحقيقة مرى دكتور لأنه ما فيش سياسات ما فيش رجال أقول لك صدق مخلصين للوطن نبهوا صاحب القرار والمطبخ السياسي أن هذه قرارات غير راشدة تلحق الضرار بالوطن والمواطن لم يعود يحتمل الجوع والفقر والحلمان استغلوا يا أخي مصطفى كرامة المواطن استغلتوا طيبته وأنه لا يولد العنف ولذلك بتمر بهدوء ولكنني أعتقد جازما أن الأمور تزداد خطورة في ظل الزيادات اللي يكب المواطن قررنا زيادة 450 مليون وهي حقيقة 58 مليون نعم وضريبة المبيعات اللي كانت مثلا الزراعة السفر وبعض النسب 4 في 100 800 وحدوها 16 في 100 هاته تدمير الاقتصاد وتدمير حق المواطن بالعيش حتى لقمة الخبز اللي انت حكيت عنها صنطر عليها صندوق النقد اللي نادي باريس بتحكم فينا استعمرنا صندوق النقد الدولي وقعت حكومة اتفاقية بال2016 هذه الاتفاقية هاي هم بدهم شرفوا بجزء استقبلهم الله تعملوا معهم مقابلة يا بكتور والله 15 شهر جايين صندوق النقد الدولي فارش نحط له بصات أحمر مشان يملي علينا ما تم الاتفاق إذا كانت لديهم الجرأة يعني يضيفون أهل ونسالة فيهم وأنا بدي يعني بس أوضح للسادة المشاهدين أنه الليلة تحديدا حلقتنا مفتوحة أمام السادة المشاهدين للاتصال معنا الليلة حلقة يعني شعبوية منكم وإليكم ونحن دائما صوت الوطن وهذه القناة يعني أخي صالح وأخي مصطفى هي صوت الوطن إن شاء الله دائما طيب ماذا لديك سيدي أن تقول حول هذا المدوء أولا بسم الله الرحمن الرحيم تحيي إلك دكتور وشكرا لفضائية الأردن اليوم على هذه الانطلاقة القوية حقيقة ويشرفني أيضا أن أكون بمعية أخي وزميلي زميلنا كلنا أستاذ صالح العرموت حقيقة الأمر أود أن أقول هنا بأن الحكومات الأردنية وأنا عيشت كنائب حكومة الدكتور عبدالمنصور وهذه الحكومة الآن نقلتنا نقلات نوعية للأسف هذه النقلات النوعية سلبية الفقر نسبته زادت بؤر الفقر باتساع كبير جدا في مجتمعنا الأردني وتكاد أن تصل إلى نسب مهولي جدا البطالة زادت عن 35% والأرقام التي تطرح الحكومة هي أرقام رسمية وفقا لدارة الإعصاءات العامة وهي أرقام مغلوطة البطالة وصلت إلى ليس إلى الخطوط الحمراء تعدت الخطوط الحمراء المديونية انتقلت نقل نوعية في عام 2008 كانت المديونية 8 مليار في عام 2011 المديونية كانت 11 مليار اليوم نتكلم عن 27 مليار دينار أردني كبلت الوطن وحملت الأجيال القادمة عبئ كبير جدا وبالتالي أخي الكريم نحن أمام حكومات عملها غير ممنهج عملها غير مؤسسي تشتغل على نظام الفزعة ليس لديها رؤية ليس لديها برنامج اقتصادي إصلاحي حقيقي كل ما لديها هو فرض مزيد من الضرائب ورفع مزيد من الأسعار التي يتحملها المواطن الذي لم يعد يحتمل حقيقة هناك ما قولي مشهورة بأن أي دولة تفكر بالضرائب واللجوء إلى الضرائب هو كما يضع جسمه في برميل ويشد البرميل إلى الأعلى وهكذا يحصل مع المواطن الأردني لم يعد في جيب المواطن الأردني شيء ليدفعهم فبالتالي أعتقد بأن هذه الحكومة في واد والواقع اللي يعيشه المعاشر اللي يعيشه المواطن الأردني في واد آخر هذا دليل سيد الكريم على أن هذه الحكومات حكومات غير عادلة حكومات ما عندها استشراف للمستقبل حكومات غير إصلاحية حكومات تغولت على جيوب المواطنين حكومات جباية بامتياز ودعني أقول أخي الكريم بالنسبة لموضوع التعيينات التعيينات في الأردن وخصوصا في الوظائف العليا تحت غطاء اللجنة الوزارية العليا لتعيين الوظائف القيادي العليا هذه ضحكي حقيقة الأمر أنا حاب أسمع عن التعيينات هلأ بشكل مفصل بس إذا سمحتنا لنأخذ نأخذ اتصال بعدين بدنا نستمع منك بشكل مفصل عن تعيينات بدنا تعطينا حقائق وأرقام معنا اتصال المحامي المحامي في راس العريق أهلا وسهلا أخي في راس هلو يسعد مساك دكتور فضل مساء الخير دكتور رائد هلو مساء الخير مساء الخير أخي في راس فضل أنت معنا يسعد مساك دكتور رائد وأشكرك على هذا البرنامج الراعع وأشكر كناة الأردن اليوم على برامجها الهادفة الله يسلم البرامج التي تشعر المواطن الأردني على الغيرة وعلى الحماس تجاه الوطن وحب الوطن هذا وطننا يا سيدي هذا أردنا هذا وطننا الله يعزك وسلامي ومسائي إلى أستاذي وشيخنا الكبير سعد النائب المحامي الأستاذ صالح العرموطي أبو عماد يسعد مساءك ومساء جميل للأستاذ الرواش للنائب السابق ابن الوطن الغيور الذي نعشك عضو الذي كان نكيبا للمعلمين شكرا أخي فراز الله يحييكم طبعا كلنا شركاء بإجاز يا حبيبي بإجاز الله طول الله كلنا شركاء في هذا الوطن وفي حبه والغيرة عليه طبعا نحن كشعب أردني يمكن وصفنا بأننا شعب عاطفي حنون نعم فحبنا تجمع الوطن هو الذي يحرص أمنه وهو الذي يجعلنا نتمسك بترابه لأنه لا مأوى لنا غيره نعم وكل ما نطلبه من كل مسؤول في هذا الوطن من حكومة ومن مجلس نواب ومن نكابات ومن أبناء الوطن أنهم يكونوا غيرين الغير التي يستحقها هذا الوطن لأنه لا بديل لنا ولا مأوى لنا إلا ترام الله يسلمك الله يسلمك أخي في رأس أشكرك مثلا حين لا تفشر الحكومات ولا نضحي بشعبنا شعبنا معطاو لا تجد والله هل سنموت سنموت محزي حكوماتنا نقطة لزاوية محصورة نعم يعني بالله عليك الضابط المتقاعد مر علي واحد الضابط المتقاعد ملأزم فأتبو 300 دينار عنده خصميات بأخذ 99 دينار صافي رقيب 99 دينار 99 صافي متقاعد يعني متقاعد كيف بد يعيش في 99 واحد متقاعد 280 بصرخ على التلفزيون وبحكي معي عنده ثمن أبناء بالله عليك والوضع زي هيك نضباط أبنائنا يضحوا وقدموا تضحياتهم وعلى أطول خط المواجمة مع العدو الصيوني لما تكون الرواتب ويلاقوا ناس بأخذوا 20 ألف راتب شهري و11 ألف ومعاه خمس مجالس إدارة خمس مجالس وزراء بأخذوا خمسة وستة وسبع مجالس إدارة حوالي 20 ألف غير المكافات وغير الظروف البخضون وين وكيف يمكن أن نتحمل المواطن ذلك ولذلك المواطن في ضرف صعب جدا هل تمنك الحكومات قرارها هذا السؤال كيف يمكن لنا أن نساهم ونساعد هؤلاء المتقاعدين يعني نعطيهم فرصة أنهم يعيشوا الفرصة اللي كانت ممفروضة يعني بدي مثلا كتلة الإصلاح طالبت بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين والعسكرين 50 دماغ تعرف السارات قدش وقعوا أيدوا من 130 نائب اللي أيدوا 22 واحد طب ليش عيب 22 واحد إحنا 14 يعني قدش نوافق 22 صار يضحكوا كيف نزيد طيب قانون الموازنة سيدي قانون الموازنة لا زيادة لرواتهم لا المتقاعدين ولا العسكرين ويجب بموجب قانون الموازنة ترشيق عدد الموظفين ترشيقهم يعني روحوهم الآن قاعدة الضمان اجتماعي والخطوط الملكية ومؤسسات الدولة بتروح تحت مسمى الهيكلة يعني بحرموهم من حقوقهم هذا جانب هذي كلهم كان عندنا اعتصام اعتصام لمصنع الأبيض هذا لما فتشنا وطلعنا مع المعتصمين ووقفنا معهم لقينا ملكية الشركة هذه ملكية مش لأردنيين ملكية لبحرين معناته وتحكم مش بالقرار والحكومة ما أمانت على قرارها على سبيل المثال عملوا تسوية معهم ضغطوا عليهم تسوية عطوهم مكافآت وساووا بينهم بس حرموا حوالي 200-300 واحد اليوم تبعين الضمان روحوهم طب روحوهم أنا باسم التقاعد المبكر طب هذا بعز شبابه 45 سنة الجيش لماذا تروحوا ضابط عقيدة أو عميد وعمره 45 سنة وأول عز عطاه لماذا تروحه على سبيل المثال معلولية يا أخي راد معلولية وزراء بطلعوا معلولية بأخذ الثمانين أو التسعين أو خمسة وسبعين برجع وزراء بقانون التقاعد ممنوع اللي بتجاوز 40% نسبة المعلولية يرجع الوظيفة هذول برجع وزراء قال مبارح شو عمل بعد ما سمعنا الرئيس لأن ممنوع تعيين اللي عنده معلولية بعد هذا التاريخ طب التاريخ البعدي بقانون التقاعد لكن ليش ما بتحاسبه تعرف قانون التقاعد أنا وجهت سؤال قانون التقاعد بقول لك يجب إعادة النظر في المعلولية كل سنة أو كل ست شهور طيب معناته بتنزل أو بتنقص أنا بأعطي راتي بتقاعد وبعطي معلولية لواحد على رأس عمله أمر مرعب طيب بس أنا بلومك أخي صالح لازم تحاسبوا الناس اللي بيخطؤوا يعني طيب خلينا خلينا نوخد نحول سؤالنا الاستجواب والاستجواب يحول إلى ثقة شو بتك أكثر منيك والله إيش مؤلم خلينا نوخد اتصال من السيد زواد العلي أهلا وسهلا هلو فضل مساء الخير مساء الخير يعطيك العافي دكتور وضيوفك الكرام أهلا وسهلا فيك أنا بدي بس أحكي كلمتين صغار إحنا بالناش ناخدونا نحط كسير فضل أنا بأتمنى ومن برنامجة ومحطتك بالذات أنا حكيت أكثر من محطة نعم الأخوان اللي بيجوا أين كانوا ما في حدا في البلد مش فاهم وضع البلد المعساوي نعم إحنا ما بدنا أنت تحكي عن المعاسر اللي في البلد يالأخو أنا بدنا تعطينا حلول إحنا منحاول إحنا بدنا حلول إحنا عندما قدمنا حلول وقدمنا وعندما قدمنا يعني حقائق أيضا على أرض الواقع كانت هذه الحقائق أنا معاك سيدي ونشد على إيدك ونحن نحاول أن نقدم حلول للمواجه في حلول وبدال وسمرا ردين علينا بالحلول بس يعني إن شاء الله أنه نكون قدر المسؤولية دائما فعلا يعني أخ زواد بده نقدم حلول كيف نستطيع أن نقدم حلول للحكومة عندما تكون الحكومة لا ترغب في سماع المواطن ولا سماع النائل سيد الكريم الموضوع تعدى عن ذلك بأن الحكومات لا ترغب بسماع مقترحات وتوصيات ممثلي الشعب وهم النواب نعم وأنا أثناء وجودي في مجلس النواب تقدمنا بالعديد من التوصيات والمقترحات التي تتعلق في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وهي مقترحات قابلة للتنفيذ نعم وتراعي إمكانيات الحكومة وإمكانيات الدولة ومع ذلك الحكومات تضربوا بعرض الحائط هذه التوصيات وهذه المقترحات موضوع الطاقة البديلة نعم قدم العديد من التوصيات والمقترحات لتخفيف الخسائر في فاتورة الطاقة نعم ومع ذلك الحكومة ضربت بعرض الحائط مثل هذه المقترحات نعم وهناك العديد من المقترحات التي تم اقتراحها من قبل كتل برلمانية أو نواب أو من خبراء اقتصاد أو خبراء طاقة نعم الموضوع بجوز الأدراج مليئة بالمقترحات لكن الحكومات حقيقة تنفذ بدور فرائسة فقط وتلجأ إلى تختصر كل الطرق باللجوء إلى المواطن ومعالجة الخلل الاقتصادي الذي المواطن لم يكن سبب به وإنما السياسات الاقتصادية التي تبعتها الحكومات هي التي أوصلتنا المواطن لا يتحمل أي مسؤولية بما حصل وإنما الحكومات هي من أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من مديونية كبيرة جدا من عجز في الموازنة من أيضا تضخم من ارتباع أسعار ومن غيرها المواطنين يطالبوا بحلول نحن في أكثر من تسعين حلقة تقريبا ما سبق الآن قدمنا عشرات لا بل مئات الحلول وأحد أهم الحلول أن هناك لابد أن يكون حال التقشف عند الحكومة سيدة الموضوع التقشف دكتور للأسف الحكومة طرحت موضوع التقشف وأنا بلغة الأرقام أتحدث كل الإجراءات الحكومية لموضوع التقشف بعتقد وأنا لست خبير اقتصادي لا تتعدل عشر مليون من أربعمائة وخمسين مليون إذن إجراءات التقشفية إجراءات التقشفية الحكومية هي إجراءات شكلية وترغب من رأيها أخي مصطفى قصدك أن ما تقوم به الحكومة اليوم من إجراءات تقشف غير كافية غير كافية على الإطلاق وما قامت به غير كافية ولكن تستطيع أن تقوم بأفضل من ذلك تستطيع أن تقوم بأفضل من ذلك بكثير جدا حقيقة الإجراءات التقشفية اكتفت في موضوع يعني تكلم عندنا على سبيل المثال التذاكر الطيران للوزراء تخيل أخي الكريم أنه الحكومة الأردنية لا يزيد على الأربع ساعات في الطيران للوزراء بيحجز على الدرج الأولى ما زاد Alabama ما زاد على الأربع ساعات في الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية ما زاد على أربع طعام ساعة هل اقتصادنا أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية موضوع السيارات طب كويس عشان المواطن الزواذ اللي حكى معنا هو بطلبنا نقدم حلول هذا أحد الحلول على الحكومة أن تتوقف عن السفر بالدرجة الأولى إلا للرحلات التي تزيد عن 14 ساعة بالضبط هذا حل يا سيدي فلتقوم الحكومة الآن في تطبيق هذا الحل مثل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا ستاندرد أمريكي عالمي نعم ستاندرد أمريكي طيب خلينا نأخذ السيد ميخايل شعيني فضل أستاذ ميخايل مساء الخير دكتور مساء الخير كيف حالك دكتور يا أهلا فيك أهلا وسهلا يا دكتور أنا بسمع قاعد لبرنامجك الحلو هذا اللي مرتب الله يسلمك وبسمع على النواب اللي موضوعين معك نعم بقولوا لك إن الحكومة بتسمعش مننا وإحنا هاي هم عمامك سيدي مع عطينا واحنا نعم فالعملية يعني ليش تضل يعني بداء من الحكومة بتسمعش منك وليش تضل من مجلس النواب يا أخي سؤال كويس هلأ وصل سيدي أثنين الغلل موجود بالبلد يعني بطل واحد يقدر يمشي بالشارع حتى يعني زادت الهموم ويعني زادت بشكل غير طبيعي نعم سيدي نعم نعم طيب سيدي وصلت الرسالة أشكرك 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 أولا وجودنا استحقاق دستوري لا تستطيع لا حكومة ولا أيجهاد استحقاق دستوري لأن الأمة مصدر السلطة يعني المواطنين بقول طيب إذا لا تستطيع أن تكون مجلس لا لا نستطيع إن شاء الله نغير إحنا والله غصة سنبقى غصة في حل كل من يأتي على حقوق المواطنين ثم من قال إنه إحنا صحيح بنقول إنه في المرحلة الحالية الحكومة لم تستجب لمطالب ضربة عرض الحائط وشكلنا لجنة يا أستاذ مصطفى مشان تراقب اللجنة ما اجتمع معها ولا أعطت قرارها وزادت الضرائب والرسوم أنا بحق لي الآن سؤال وكنت نواب سؤال وثم السؤال وحاوله استجواب والاستجواب لا طرح الثقة بالحكومة خليني كل يوم أطرح الثقة بالحكومة أما تقول استقيل استقيل وين أروح أنا كلف الدولة ملايين قاعد كلف الدولة بظروف صعبة أنا أروح وأترك الساحة فاضعة معناته إذا روحت مين يجي بدي أجل انتخابات جديدة وبعدين مش ملكي أنا أنا ملكي ملكي أنا اللي أعطوني أصواتهم أوجدوني فيها هذا المجلس وهذا مجلس إنه مهار هايبة يجب أن نحافظ على وجوده كمؤسسة تشريعية نقول لسيد مخاي لأن وجودك أفضل من عدم مجودك قطعاً يا سيد ثانياً قطع في الإيمان للنواب اللي بيشتغلوا تماماً نحن حجب أربعين واحد نعم صوت قوي جداً بعدين مسفل سريف المبارح يصرح لما إحنا بالمجلس لما قلنا وين بتحصل المصاري وفي مبالغ مش محصلة في أربع مليارات مش محصلة ديون هذه الذمم ذمم ذمم الأحكام أحكام صادر أحكام أربع مليارات هذا في تقرير ديوان محاسب نعم أربع مليارات أربع مليارات 430 مليون أربع مليارات في مبارح وزير الطاقة يقول حصلنا من فلس الريف شوف هالفترة القصيرة اللي بحثناها يا أخي خائل احنا مقول مش هل نأخذ المزيد 16 مليون اسمح لي أحكيش عن وزير الطاقة 16 مليون حصلنا تسمح لي أحكيش خلال أقل من سبعين بدأ أحكي شي وزارة الطاقة احنا كان عنا برنامج وطلع فيه الأستاذ خالد الزبيري نعم وقدم فيه آراء عن فاتورة الطاقة قامت وزارة الطاقة بإعلان بجريدة الرأي والدستور كلف حوالي قديش كلف الإعلان 16 دينار حوالي أكثر من 10 تلاف 10 تلاف دينار ومصدر مش معه بينما كان بالإمكان أن يقوم وزير الطاقة والأستاذ خالد الزبيدي لغاية اللحظة هاي مستعد وقال وقال أنه هو مستعد أن يواجه ويجابه ويتحدى وزير الطاقة إن أراد وزير الطاقة ذلك على هذه القناة وفي هذه القناة أنه يخرج على الملأ ويتحدث كان ممكن يوفر على جيب المواطن 16 ألف دينار ثمن الإعلانات اللي وضعت في الجريدة الرأي طب بش حرام ومجهولين لك وبش حرام يعني بدل كمان ما يطلع على قناة أخرى وبيهددوه كمان وبيهددوه لماذا الأستاذ خالد ما زال على رأيه ما زال يعني مصر على رأيه لابل يقول أن هناك معلومات أخرى فنحن نقول وزير الطاقة ونرحب وزير الطاقة ونقول له يعني إن أردت أنت مرحب بك دائما ومرحب بكل الدولة الأردنية أن تتحدث من خلال قناة الأردنية معانا الأستاذ نايف نايف الليمون مشيك وزميننا السابق أهلا وسهلا أستاذ نايف مساء الخير دكتور مساء الخير لك وللإحواء الأعزاء أهلا وسهلا أستاذ صالح العرموطي القامة القانونية الكبيرة نسلم والأستاذ مصطفى الراشد الأخ الحبيب والقامة الأردنية الوطنية المعروفة أهلا ياك الله ويعني تحياتي لك ولهذه القناة التي نعول عليها واسمها الأردن اليوم وإن كان الأردن اليوم جميعنا نتألم مما نعانيه اليوم ونأمل بغد مشرك إن شاء الله للوطن والمواطنين أخي الكريم يعني بعد التحية لك ولبيوفك الكرام اسمح لي بأن أقول أن الأزمة التي نعانيها هذه الأيام هي أزمة الثقة المفتوضة بين المواطن وبين كل المؤسسات الرسمية للأسس وتعزز هذا الشعور لدى المواطن في حكومتين متعاقبتين على الأقل وإن كنت لا أنفي كل الأزمات التي أدخلتنا بها حكومات سابقة ولا أبرئها لكن يعني الأزمة التي خلقتها الحكومة السابقة حكومة الدكتور عبداللنصور والآن تتلها حكومة الدكتور هاني الملقي أوجدت هوة واسعة وبون شاتع بين المواطن والمؤسسات الرسمية نحس جميعا كمواطنين بأن الحكومة لا تشعر أبدا بما يحس به وما يعانيه المواطن الأردني أو حتى يعني ربما هناك شعور بأن هناك إجراءات وقرارات من الحكومة تتعمد أن تنكأ جراح المواطن الأردني الذي ما عاد يستطيع أن يحتمل كل هذه الظروف القاهرة وتعززها بإجراءات وبقرارات يومية كلها تصد في خانة زيادة معاناة المواطن الأردني يعني هناك خلال إداري هناك خلال إجراء لهذه الحكومات الذي يشكو منه المواطن وكأنها تتعمد الحكومة بأن تتخذ القرار والإجراء الذي يناكف كل مشاعر المواطنين الأردنيين نحن بحاجة لإعادة الثقة وإعادة الثقة لابد أن تتعزز من خلال العنوان الرئيس الذي حقيقة الآن يعاني منه كل الأردنيين وهو مكافحة الفساد ملفات الفساد هذا العنوان الكبير في هذه المرحلة لا نشعر بأن هناك حكومة جادة في إجراءات في مكافحة الفساد وللوقوف على حقائق الفساد ولتقديم ملفات فساد يراها المواطن الأردني ويرى أن هناك إجراء حقيقيا في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت في حدود مقلقة ومقلقة جدا الإجراءات الحكومية التقشف في هذه الأرقام التي لا ترقى لسج العجل في الموازن ولمعالجة الخلل الاقتصادي معالجة الخلل الاقتصادي يكون في تناول ملفات الفساد التي ذهبت بأموال المواطنين الأردنيين التي ذهبت بمستقبل المواطن الأردني الذي لا يرى قوعا في آخر النفط نحن بحاجة أن نرى قوعا في آخر النفط ونتحمل لكن لا نستطيع أن نتحمل ونحن نرى أن الأفق مسجود وشكرا لك شكرا أخي سعادة النائب السابق أخي نائب كل الاحترام لسعادة نائف نائف الليمون إن شاء الله سعادتك دائما نتواصل معاك من خلال قناة الأردن اليوم قناة كل الأردنيين نعود للتعيينات حب أسمع منك بتفصيل هل يشعر المواطن الأردني حقيقة بالأمان هل يشعر بتكافؤ الفرص هل يشعر مواطن الأردني بأنه يأخذ حقه في التعيينات في المملكة الأردنية الهاشمية سيد الكريم ولمن يشكو نفسه بالنسبة للوظائف القيادي العليا أجزم وأقسم بالله من خلال محطتكم إنها لا تستند لا لمعايير النزاهة ولا تكافؤ الفرص وإنما تستند أولا وأخيرا للواسطة والمحسوبة كيف؟ كيف؟ أنا ونحن في مجلس النواب هناك لجنة وزارة عليا لتعيين الوظائف القيادي العليا نسمح لمن يتقدم لها وتتوافر به الشروط يعني على أي مستوى نتحدى؟ موضع أمين عام أمين عام مدير عام وهكذا هذه اللجنة الوزارية هي شكلية لتغطية المحسوبية والواسطة فقط أمام الرأي العام هذا ما يتم لغاية اليوم ما يتم لغاية هذه اللحظة والدليل على ذلك المخرجات العامة للوزارات هناك فشل وهناك تراه الإداري هناك مش منتجة يعني أنت تقول أنه ما فيش واحد بتعين بالحكومة الأردنية؟ على الإطلاق الوظائف القيادي العليا من رتبة أمين عام من رتبة مدير عام أجزم لك بأنه تعتمد على معايير الواسطة والمحسوبة والدليل على ذلك أنه يفتح باب التقدم لمثل هذه الوظائف يعني فعلا ما هي الإجراءات؟ الإجراءات وأنا نائب في البرلمان ورئيسا لللجنة النزاهة طلبنا اللجنة الوزارية العليا لهذه الغاية وتقدم لها بجملة من المقترحات ولم تأخذ بها للأسف يتقدم لها على سبيل المثال شاغر معين خمسين شخص مؤهلين صلاحيات الوزير تخيل أن ينسب بأربعة فقط من الخمسين يعني يستثني ستة أربعين ويرفع أسماع أربعة قطع يعني بيقابلوا الخمسين شخص هذول؟ لا يقابلوهم بيعملوا سلم مفاضلين من البنات يتقدموا ولكن نزاجية الوزير يختار أربع أسماع فقط ما هذا عن ستة أربعين؟ من ستة أربعين أوت يتم استثناؤهم؟ استثناؤهم طبعا لأسباب غير معروفة ليست أسباب موضوعية وأنا أؤكد لك لا أسباب موضوعية ولا علمية على الإطلاق نسب الأربعة أسألك سؤال هل يتم عمل جدول مفاضلة ما بين الخمسين شخص؟ يعني هل الآن لو الأستاذ صالح طلب من وزراء أنه يا وزارة أنا أطرح على الأستاذ صالح هو نائب الآن وسبق أن طرحته على الحكومة أتحدى رئيس الحكومة أن يعلن عن أسماء أعضاب مجالس الإدارات للشركات المملوكة للحكومة الآن يعلن عن أسماءه علما توجهنا بسؤال نيابي لهذه الغاية وخرج علينا ديوان تفسير القانون وأفرغ السؤال النيابي من جوهره هذه سابقة تفرغ أداء مجلس النواب جوهر السؤال النيابي والاستجواب النيابي يخرج علينا ديوان تفسير القانون ويقول لا يحق للناد أن يطلب الأسماء أو الأرقام أو الوثاق أو الوثاق ماذا بقي للسؤال طب بس لحظة كنا نتحدث عن التعيينات قبل أن نذهب للمجالس الإدارات بس خلينا ننهي ملف التعيينات هي أيضا مجالس الإدارات من يشرف على التعيين هي الحكومة يعني أنت تقصد أنه بشكل عام التعيينات في الحكومة الأردنية لا تستند إلى جدول مفاضلة الوظائف القيادي العليا أبدا على الإطلاق على الإطلاق وأجزم هنا وهل تتحدى أنت الحكومة بهذا الشيء؟ أتحدى الحكومة يعني ممكن بلكي بكرة طلع علينا الرئيس الوزراء قال لك أنا لا سيدي يطلع أنا عندما أتكلم هذا الكلام لا بجد ما أتكلمه يعني أقول لك على عواهنه نعم وإنما هناك شواهب وأمثل واضحة على ذلك وقد تقدم العديد من زملاء أعطينا هيك وظيفة بتاع راك متأكد منها مئة بالمئة أنا لا وظيفة شغلت يعني تم تشغيلها أنا معظم الوظائف القيادية العليا من رتبة أمين عام أو مدير عام وفوق هذه تخضع لمزاجية تخضع للواسطة تخضع للمحسوبية هل هناك تأثير من أجهزة معينة تتأثر تؤثر في صناعة القرار؟ ربما هناك أجهزة هناك رأي الوزير رأي وزير رئيس الوزراء أيضا هل المال يؤثر بهذا الموضوع؟ ممكن قد يكون المال والجاه والموقع والعلاقات الشخصية هي من تحكم الموضوع علاقتك الوزير علاقتك رئيس الوزراء هي من تحكم هذا الموضوع نتمنى إحنا أنا أتمنى حقيقة أن ما يطرح مثل هذه القضايا هي للصالح العام للدولة حتى يشعر كل مواطن أردني كفو أنه جاية الفرصة وإلا كيف ليش الإنسان بده يشتغل ويشتغل لذلك اللي تكلم في زميننا أبو جهاد موضوع الثقة يا سيد الكريم موضوع الثقة عدم ما بين المواطن والحكومات الأردنية لأنه اللي بتطرح الحكومات في بيانها الوزاري واللي بتطرحه من خلال وسائل الإعلام الشيء والمطبق على أرض المطبقية يعني أنت تقول التعينات ومجالس الإدارات في الدولة الأردنية يتم تعيينهم بناءً واستناداً على قضايا شخصية ومصالح شخصية أنا حكى لأستاذ صالح قبل أن ندخل للبرنامج تخيل أنه بكون وزير سابق وعضو مجلس إدارة في شركتين ثلاثة وأربعة وخمسة وأربعة وخمسة وعين أحياناً يعني اتخيل بأي منطق بأي عدالة هذا المتكلم عنه هي موضوع تنفية أخي الكريم وعلاقات شخصية طب ماذا عن المواطنين اللي بش ملاقي شغل؟ طبعاً أنا هذا احنا بنتكلم هذا من خلال محطتكو احنا بنحط أدينا على الوجع وعلى الجرح لكي يصل إلى صاحب القرار وعيد النظر مثل هذه الأجراءات اللي معاد المواطن الأردن المواطن الأردن طيب ويتقبل أي شيء لكن المواطن الأردن إذا كتشعروا شوية بإجراءات صحيحة طبعاً بما أنك ذكرت المواطن الأردني لنشاهد سوياً هذا التقرير عن المواطن الأردن طبعاً ما بتغلي أو أنه ما بظلش بعزلة أكيد لو أنه ما بتغلي وبتنزل على السوق وبتعرف كل شيء بس يعني أكيد هتكون عارفة لأنه هي اللي رفعت مين بدي رفع غيرها لا 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 عندهم هم خبرات فيها يعني فوق علمي وعلمك والدراسات أكثر منا نفكر فيه وأنت تفكر فيه هم اللي ما يرفعه هم أدرا شو بسوه بالشرط أنه يرفعه أنه تضروك أو يضروني بالعكس ممكن أن تكون مصلحتك أو مصلحتي يعني الحكومة ما عقول تتخذ إجراءات وهي مش عارفة فيها أكيد عندها طلع بس الحكومة موجبرة بنتيجة العجز في الموازنة وفرض البنك الدولي على هذه الإجراءات ورئيس الحكومة الحالي بأعتقد أنه إنسان نظيف جداً ما بتوش رحل هاي الأشياء كما رحلوا الوزارات السابقين إلى ما بعده يعني المواطر كمان الأردني مفروض يتحمل يعني إشي بسيط بس أنا يعني بنصح أنه المسؤولين أنه يعني ما يتخلوا عن الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى الطبقة الوسطى هي المحركة للمجتمع الطبقة الوسطى الآن اندثرت لصالح كده وبعدين محاسة بس للفاسدين واستقدام الأموال المسروقة وهذه يعني يجب محاكمتهم أمام الناس حتى يعني كل من تهوده نفسه إنه بده يتجاوز أو يطاور عن مال العام إنه يرتدع فهذه بالنسبة للأغلاء المعيشة ما هو معروفين مكان هذا يعني لسه إحنا بالنسبة إننا الحمد لله يعني أفضل من غيرنا فهذا من فضل الله فيه شغلات طبعا يعني منقدرش نقول إنه رخيص فيه شغلات غالي آه أو فيه شغلات يعني مناسبة للمواطن الحكومة يعني عدم مؤاخذة زي اقتصاد هالدول الثانية تمشي إحنا بالنسبة إننا كمواطنين بعجبناش لو ببلاش الأشي ولكن الغلاء موجود فهذه مشكلتنا في الغلاء والله الحكومة بعزلة جداً عن غلاء المعيشة يعني الشعب مش لاقيه وكل بصراحة فيه ناس بسطين الحال محاش تجيب قوت يومها كنا قد شهدنا تقرير عن البعض وسمعنا لبعض المواطنين الأردنيين يتحدثوا عن هل الحكومة الأردنية تعيش في حالة عزلة عن المواطن وكان الجواب نعم ولا لأول مرة بشاهد مواطنين بصفوا مع الحكومة بخاف يا ساز رائد بخافوا هذا الإعلام بس هذا عشان نثبت للشعب الأردني إنه إحنا نحمل من المصداقية الكثير الكثير في هذه القناة بخاف عدلتي بزين يطلع بكرة يجروا بس غريب ثاباً إذا خال نزبيد يا حرام بيهددوه قاعد يقول خلي واحد محلل اقتصادي كبير مش مراهق بالتحليل بيبدي رأيه فيه مسألة وبعطيه أرقام يا أخي يقبلوا مش تهددوا إني حولك خلينا نأخذ جانب الحكومة خلينا نتحدث الآن للحظة هيك نضع أنفسنا بمكان الحكومة عندك مليون عامل مليون عامل تقريباً حسب الإحصائية مليون عامل وافد بالأردن بالأردن عندك كل مواطن يحمل موبايل ويدفع فاتورة موبايل نتحدث عن الفقر والبطالة نتحدث عن قضايا كثيرة في الأردن وبنفس الوقت نشاهد كل هذه الشواهد التي تدل على أنه في غلط بمكان ما ما رأيك بهذا شوف تقول لك قبل من هيك سألت لأستاذ مصطفى الحكومات وصفر الحكومات يخ ليش تسافروا صفرات رفاهية خلينا نستيجل عنها ليش تسافروا؟ بعدين السفر يا دكتور مجاناً بالتذكرة والفندق بأخذ نفق مصريف بأخذ ميومات والنواب بروحوا صفرات مبارح رايح وفد سبعة زيادة عن المقرر خمسة بأخذوا مصريف بأخذوا ميومات مئتين وثلاثمية كيف موازنة المجلس النواب للسفر؟ مش محدة ولا حدا يدري عن كيف سافروا وكيف تلعب بنقرأ على المواقع انه سافروا على لندن راح واحد على باريس خمسة ستة على باريس خمسة ستة على بريطانيا وهالمجر ما حدا يدري عنهم حتى لما يرجع بكتبوش تقرير بوقت الميومات يومية ليش هالسفرات؟ الملهاش لازم ليش اروحها؟ ليش مكتوب تقرير؟ حتى التقارير ما بنكتبش ولذلك السفر الأصل يشتبوه؟ لا السفر بمجلس النواب على الوقتي انا كانت تنفيعات كلها اه تنفيعات؟ على وكتي انا بقرأش على وقتكو بجوز تغيرت الامور فرض ضريبة تساعدي على البنوك مثلا دعطي حلول الاخ طلب حلول كان خمسة وخمسين على البنوك هلا صارت ثلاثين وارجعوا انا بزيد على المواطن عندي يعني كانوا يخذوا من البنوك خمسة وخمسين اه خمسة وخمسين بالنص الدستوري ضريبة والله هي حرام ضريبة تساعدي والله انو محترمين مليونين وثلاثمين وثلاثمين ومليونين ما شاء الله يعني الجامعات الخاصة صارت ربحية مش مسكين البنوك لانه تارب البنوك عندي بداء اليسيدي انا عندي السخر الزيتي عندي عندي ديورانوم نسبة ديورانوم عندنا مرتفعة جدا في منطقة السواقات عندي الغاز ريشة بنتج عندي الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية الجامعة الهاشمية اكتفت لمدة ثلاثين عاما بالطاقة الشمسية طاقة الرياح مولنا الاتحاد الأوروبي ب76 مليون قامت طاقة الرياح عندنا طاقة الرياح في المفرق عدة طاقات الرياح وطاقات الرياح في الطفيلة بألمانيا الطاقة الشمسية بتنتقى مع الطاقة الرياح تكتفي عندهم اكتفاء ذاتي احنا هذول مبارح كتبنا سؤال للحكومة تعرف شو جاوب وزير الطاقة قال عنا نحاس عن حديد وعن ذهب موجود في منطقة وادي عربة كله هذي متوفر لم يستغلوه ياخي ليش كل ثروات بلادنا نستغلها هذي بدائل ضرورية وبالتالي يعني ما بدهم التعيين الوزراء والمسؤولين طب شو المعيار انا اليوم بعين يعني هالبلد ما فيهاش غير فلان زيد وعبيد ونطاط الحيط ما فيش وبعدين انت بتطبق لي بتطبق لي على الموظفين ما هو تعيين الوزراء كبتهم هل تعلم نعم وانا حكيت في مجلس النواب ان وزير عين في وزارة ملغية وزارة الشباب ملغية بموجب قانون المجلس الأعلى للشباب ايه فبقلهم كيف هذا بيداوم القانون إلغوها بالقانون ورجعوا الوزارة ملغية بالقانون ملغية بالقانون ملغية بالقانون اليوم نعم لا يوم الثقة قلت له هذه وزارة ملغية بموجب قانون المجلس الأعلى للشباب مش قائمة كيف بتعينوها بعدين بعينوها الوزراء والمسؤولين والموظفين طب اليوم معينوا امين كنت انا صغير اه راح نتبالي يقول وزير شمت رايشين هذيك في عينو وزير شمت صح وزير يا سيدي شلالية ابني العمو بن الخال والنسير واذا كان صديق جارته مرت رئيس وزراء لا بل رايش جاوبني على هذا نعم ما يلوش مكتب ما يلوش وزارة عينوا سيدي اللي باعنا اقتصاد وزير صناعة وتجارة وقال رايح اقلب الدنيا شو عملوا يا ساراد عينوا بالتعديل الأخير نائب رئيس وزراء للشؤون الاستثمار نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصاد شو صار بالوزارة شنتتين يعني صار معا شنتتين ما فيش له مكان يحطوه فيه تعرفون حطوه هو كمان واحد لقوله مكتب المهم لا ما لقولوش بالرئاسة وادوه على قصر الضيافة حطوه من قصر الضيافة غرفة ثلاثة في أربعة طب هذا يدول على العميق عينوا وزير خارجية للمغتربين ووزير خارجية كمان من نفس الوقت يعني كيف تعين الوزراء مناصب أربعة خمس مناصب ووزير الشباب الآن مالوش يعني المخالف للقانون ملغاه ملغاه حتى وديت أنا تكلمت قلت يا دولة الرئيس ارجع اعمل الغي قدم لنا مشروع قانون المجلس الأعلى والغي القانون وقول بدي وزارة الشباب خلينا يعني قانون هذا إذا هذا القانون بوجه الوزارة وهي مش موجودة مدى الارتجار في اتخاذ القرارات ومش مالش في اتخاذ القرارات يعني اليوم بعين آمين عمان نائب رئيس ملكية يعني بمارس صلاحيات ويقول لك فيش تعارض بينه طيب هالبلد يا رجل ما فيش كفاءات ما فيش الوطن مغلوب على الأمره فيش شائد فيش مصطفى فيش حمد فيش حمدان فيش ابناء حراثين زعل علي أحد وزارة بقول جيبوا من أبناء هالحراثين وقال لي يا سيد صالح كنت في زمان إذا بدأت تدعي إنك ابن حراث بس إذا خرجتوا عن حراثة بدنا ناس عندهم مخافة الله عندهم تقوى المديونية يا زمن مكافحة يا أستاذ رائد شوف تقول لك أنا عندي ديوان محاسبة ديوان محاسبة من 2010 إلى 2015 قدم تقرير لرئيس الحكومة قدم تقرير لرئيس مجلس العيان وقدم تقرير لرئيس النواب من 2010 إلى 2015 لا الحكومة ولا مجلس العيان ولا مجلس النواب حرك ساكن ولا حرك شيء بما يتعلق بديوان محاسبة آخر تقرير لديوان محاسبة كان الديوان محاسبة 1500 صفحة اليوم ديوان محاسبة مقدمنا للمرة 500 صفحة خمس صفحة فيها فساد وفيها تبديد للأموال وتبديد الأموال ما تتحركش هو بجاوبنا الرئيس كان نحوتها للجنة النزاهة ومكافحة الفساد طيب وشو النتيجة حتى إحنا لحد الآن لم نعقد جلسة بما يتعلق بفضح هذه النقاط اللي يتفضل عليها بعدين نحكي عنها الأسلام مصطفى أنا وجهت رسالة سؤال لوزير الطاقة قلت له تأكيد لكلام الأخ خالد قلت له 2011 هرب لي هالأسلام خالد مرة زارني و2014 و2015 مدى الأرباح اللي حققها شو اسمه وزاء الحكومة في ظل أدنى حد البرميل البترول كان أدنى حد أقل من خمسين قال لي لا لحد الآن مجاوبش لحد الآن مجاوبش معدل لا يقل عن مليار سنويا غير اللي يأخذوه من المواطنين إحنا بجيوب المواطنين ما عادش في جيوب خزقوا جيبة وخزقوا خيطوها المواطنين تعشوب يقول خيط جيبنا بعدين يقول لا نحن أحسن من غيرنا وين نحن أحسن من غيرنا وين نحن أحسن من غيرنا نحن وضعنا صعب حتى الحرية الرأي والتعبير بطلنا نعبر إذا أنت قلت وأنا قلت إنه بدنا نعبر وبدنا كذا بحولوك عن محكمة أمن الدولة تقويض نظام الحكم هذي كلهم حولوا النائب وصفي وصف الرماشد حولوه وأمير لوه في دارة المخابرات متقاعد حولوه تقويض نظام الحكم بالله عليكم ما بيسيء للبلد إنه فيه تقويض نظام الحكم صار يسألوا شو تقويض نظام الحكم إحنا رجال البلد وأمناع البلد نقولوا عنه تقويض نظام الحكم وهكذا المواطن مغلوب على أمره بطل يتحمل لا جهة أمنية ولا جهة سياسية ولا اقتصادية ولا معبر الحكومة قرار للناس أنا بقبل بالله عليك تطوير العقبة شركة حكومية مملوكة راتب مديرها عشرين ألف شو عمل لي هذا هذا لازم يجيني يجين منه مليارات إقليم العقبة شو بيجيني منه كانوا يعدونا أنه يجيني مليارات الله يسأل علي عبدالراب الرابد لما انتقد وجود إقليم العقبة روحوه لما كان رئيس منزل العيان قال قانون انتخاب وقانون لا مركزية ملوش أب ولا أم روحوه بدهم مش كلام ينحك طيب إقليم المفرق قداش راتبه 19 إقليم إمعان عملوا لها الأقليم على الهوى مش هل يبيعوا الأراضي ويشتغلوا لها الأرض وين أراضي الدولة؟ وين أراضي؟ هل تعلم في منطقتك وفي الصلط ناس عايشين في المغل؟ وفي ناس ببركيات عايشين؟ مش لاقين لقمة الخبز؟ وبيستغيثوا باللاب وموتوا؟ هل تعلم أن التأمين الصحي لسحبة الحكومة؟ سحبة الحكومة من الناس الغلابة اللي معه سرطان واللي معه مرض بالقلب واللي معه معه مش مسموح للا يروح على مستشفى البشير أو مستشفى حمزة فقط فقط طب هذول اللي بتحالجوا أول بيغسل كلها وين المواطن؟ وين يلجأ؟ وين يلجأ؟ هذا لازم بقانون الضمان الاجتماعي لازم يكون مغطى حتى البطالة غير قادر على عمله إنه يكون محمي إحنا ما في حماية إنه في هذا الجنة ولذلك يعني مؤلم إنه المواطن يعيش في هذا الكرب الشديد والله ما عاد متحملي هذول المزاكين خايفين قال هاسع بن طعالهوة بلقطونا بودونا على المحاكم ولذلك بحكوا الله عينهم طب إحنا كمواطنين قاعدين نصرخ في داخل مجلس النواب ونوجه لأسئلس يعني بدي أضرب لك مثال أنا وجهت سؤال قلت للحكومة شركة الكهرباء الوطنية وقعت اتفاقية مع مين مع الكيان الصيوني؟ اتفاقية الغاز أنا أحكي أيوة؟ مش صحيح عشرة مليار عشرة مليار يا دفتور بقدر استثمر القتلك عنه كله فيهم وطلع الغاز والصاخر والنفقة سيدة المفاعل النووي عشرة مليار تتحمل الحكومة الأردنية سبعة مليار والجانب الروسي ثلاثة مليار ونتكلم عن عجز ما في مجالي نأجل المفاعل النووي سنتي؟ تصور لا مركزي عشرة مليار تعرف شو جاوبني يا دفتور؟ قلت لهم هل هناك عجز؟ أنا منين خدت المعلومة؟ من ديوان محاسبة بقول شركة الكهرباء الوطنية الرئيس لما رد علي في كلمة الثقة بقول هذه شركة الموقع زي ما تفضلت فقلت خدت أثبت أنه كلام الرئيس مصحيح؟ وجهت سؤال جاوبوني وزير الصناعة والتجارة ووزير الطاقة بقولوا إنه عجز الشركة الكهرباء الوطنية تجاوز 21 طعف رأس مالها وأن وأن الخسارة لهذه الشركة بلغت أربع مليار وتسع مليون والقروض اللي عليها لوزارة المالية ثلاثة مليار والسلف اثنين مليار وأن الحكومة كفلتها في اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وكفلتها مع البنوك التجارية كفالة مطلقة بمعنى وأن القرار الذي اتخذ به توقع اتفاقية الغاز اتخذت الحكومة هذه المعلومة قدمت الآن مهمة جدا ماذا تعني بالأرقام من نهاية مرحبا بمعنى شو بتعني بتعني أن الشركة الكهرباء الوطنية بموجب قانون الشركات يجب تصفيتها تصفية إجبارية بموجب قرار من قرار من المحامل العام المدني أو مراقب الشركات الحكومة بتقول لي هل عقدت هذه الهيئة اجتماعها بقول أنا 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 37% أول مرة بسمع أنه مجلس الزراعة هو الهيئة العامة قال الهيئة العامة ما بتنعقد لأنه الهيئة العامة هي ملك للدولة ومجلس الزراعة هو الذي يتخذ القرار وتناقض قوله قول وزير الصناعة بجوابهم اثنين جوابون كل واحد شكل قلت منه بقعدت مع بعض ونسقته وزير الصناعة بقول لي شيء وزير الطاقة بقول لي شيء وزير المالية بيحكي شيء آخر طب هذه المبالغ كيف وقعت هذه الشركة هذه الاتفاقية وهي غير مؤهلة غير مؤهلة يجب أن يكون تصفيتها تعرف لما جيت على قداش مكافأتهم رئيس مجلس الإدارة يا خيراج وانت تذكر الله بوخة 18 ألف خير وعضاء مجلس الإدارة بوخة 16 وقال في نهاية العام بوخة 12 احسبهم حوالي 46 ألف وهي عندها عجز وخسارة أربع مليار وتسعة مليون أو خمسة عشر مليار أليس هذا فساد بعينه مش كفر يا أستاذ مصطبة كفر يا أستاذ هذه معلومة مش ارتجالية هذه موثقة عندي كتب جواب مش راح يحاسبك عليها لا 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 جواب هاي جواب بقدمك إياه بعطيك إياه احنا صورا نقلق على ضيوفنا لأنه يعني كل واحد بدي حاسبه مشكلة لا يسير والله معك حق والله معك حق يا أستاذ والله حرصنا على الوطن حرصنا عمنه واستقراره ووسياته مبارح المجلم وزير التعليمي العالي بهدد أنه لن تقوم الدولة الفلسطينية إلا في غزة وفي الأردن هل سمعت من مسؤول واحد لا وزير خارجية ولا ناطق علامي ولا 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 واحد نطق وتكلم تطوير القضاء مصيبة تطوير القضاء تعرف اختصروا تطوير القضاء بايش مبارح تصوير القضاء أنه حمل السلاح لازم يزيدوا حقوبته وأنه الجانب الآخر الموظف تدعي عليه طمهيب القانون هذا تطوير القضاء وبعدين جلالة الملك جلالة الملك بصراحة أشار لهذا الموضوع المساعدة حطوها لشركات وهمية طيب وعملوا كلاب على نقابة المحامين تصور بتم يدخلوا ويدور نقابة المحامين ويتعدلوا قانونها دون علم نقابة المحامين وين صارت هذه دولة المؤسسات دستوريا نقابة المحامين والنقابات والجمعيات إنها قوانينها ودستورها طيب أستاذ مصطفى هل ترى يعني كل يتفضل فيه الأستاذ صالح الآن هل ترى أنه الموضوع تغير منذ كنت نائب أنت بالفترة يعني واليوم هل ترى اختلاف في تحركات الحكومة في طريقة معالجة حكومة للقضايا العامة للشأن المحلي لهموم المواطن بالعكس يعني أجد أنه الوضع يسوء من سنة عن الأخرى نعم وبالتالي نفس الأسلوب نفس النهج تمارس الحكومات اتجاه حل المشكلة الاقتصادية وتعتمد أولا وأخيرا على جيب المواطن ضمن إجراءات قصيرة النظر ضمن إجراءات لا تستند إلى بعد نظر واستشراف للمستقبل كان الأولى بهذه الحكومة أن تفكر بتشجيع الاستثمار حقيقة ولا يوجد أمامنا مجال إلا تشجيع الاستثمار اليوم نتكلم عن ما يزيد على ألف منشأ صناعية هجرت الأردن خارج الأردن وذهبت إلى أخطار أخرى نتكلم اليوم عن تراجع وتدهور في القطاع الصناعي نتيجة فرض الضرائب وفاتورة الطاقة التي أصبحت مكلفة وأصبح العديد من المستثمرين يذهبون إلى دبي ويذهبون إلى مصر إذن لم تنجح الحكومة بإيجاد بيئة مناسب لاستثمار فكيف لها أن تنجح بحل المشاكل الاقتصادي أيضاً موضوع العجز في الموازنة وموضوع الكلف الاقتصادي التي تحملها المواطن هي تستطيع الحكومة حقيقة لو كان عندها فريق اقتصادي مؤهل لديه القدرة أن يخطط ويضع حلولاً للمشاكل الاقتصادي لكن الأخي الكريم وأجزم لكنا بأن حكوماتنا الأردنية الحكومة السابقة وهذه الحكومة بشكل ملفت للنظر جاءت لتنفذ اتفاقية صندوق النقد الدولي هذه الاتفاقية نصت بصراحة يعني تعالج الحكومات اختلالات اقتصادية وكأنه نحن نعيش في فرنسا وأمريكا ولم تحصل حساب إلى واقع بعيش المواطن الأردني واقع مأساوي معاشي مأساوي لا يمكن أن أطبق وصفة الصندوق النقد الدولي في فرنسا كما هي عليه الحال في الأردن لذلك أمامنا تجربة مماثلة رئيس الوزراء اليونان عندما أجبرهم صندوق النقد الدولي رفضت الحكومة اليونانية أن تصادق أو تنفذ ما طلب من صندوق النقد الدولي باعتباره هذا الأمر يمس الأمن الوطني اليوناني فإحنا اليوم نتكلم عن أمن وطني أردني حقيقة جميعنا مجمعين على أهمية الحفاظ على أمن بلدنا والحفاظ على المنجزات التي بنيت بعرض كل الأردنيين وكنا أيضا نتوجه أن الحكومات تكون قادرة أيضا هناك ورق نقاشي طرح جلالة الملك الورق النقاشي السادسي وكان محورها الرئيسي سيادة القانون نحن نتكلم خل القانون سيادة القانون حقيقة الحكومة تطبق سيادة القانون خرقت القانون بالنسبة للشركات نتكلم عن الأستاذ صالح هناك الملكي الأردني رئيس مالها ثلاث ثمانين خسائرها فوق المئة واربع طعش مليون نتكلم هنا مثل هذه الشركات مخالف وجودها للقانون لغاية تالي اللحظة لماذا لم تعمل الحكومة على معالجة الاقتلالات الاقتصادية في مثل هذه الشركات اللي حملتها عن نفقات غير مبررة أعضاء مجالس إدارة تذاكر بدون ثمن تعطى ليس بأساس موضوعه تعطى للتنفيع لأشخاص محسوبين على الحكومة عندنا أيضا المفاعل النووي أخي الكريم هل المفاعل النووي اليوم نتكلم في ظل أزمة اقتصادية من عيشها يشكل أولوية لنا في الأردن يا سيدي ما عليش إذا وننوفر طاقة سلمية ما عليش نسوي المفاعل النووي لكن يتكلم عن سبع مليار تتحملها الحكومة الأردنية سبع مليار المفاعلن ويخرج علينا معالي خالد طوقان ويقول أن هذولا ليست بكفالة الحكومة الأردنية طيب يا سيدي ماهني بكفالة الدولة الأردنية هل كفالة الحكومة الدولة الأردنية أقل خطورة من كفالة الحكومة الأردنية أخي الكريم يمكن لنا أن نخرج من الأزمة التي نعيشها لو توفرت هناك إرادة حقيقية وصادقة من قبل حكوماتنا وسمعت الطرف الآخر والأطراف الأخرى سمعت أصحاب الاختصاص وذول خبرة في المجال الاقتصادي يمكن لنا لا نقول نحن كل المشكلة ربما نسميا نذهب إلى الأمام لكن ما يدور الآن عندنا في الأردن المديونية تزداد يوم بعد يوم الآن نتكلم نحن في الـ 2017 المديونية أكثر مما كانت عليه في الـ 2016 بمعنى هناك تراجع وغاق وغاق في آخر دقيقة لدينا عشان بساطي دقيقة للأستاذ صالح كيف تفسر المليون عامل وافد يعمل في الأردن وكيف تفسر أن هناك ملايين التلفونات الهواتف التي مع الشعب الأردني بس نحكي هذا المثل لأنه ضروري جدا نتحدث بهذه الطريقة أنا أتفق معك دكتور هناك عندنا ثقافة العيم موجودة في الأردن وبالتالي أنا أجد أنه ما في مجال في المستقبل القريب القطاع العام في الأردن لا يمكن أن يلبي طلبات 100 ألف خريج جامعي وديبلوم خلينا نحث الشباب الأردني بالتالي لابد أن يغير لكن يجب على الحكومات على سبيل البلاد هناك تجارب المملكة المغربية الدولة قد يكون وضعها ماذا عن رؤوس الأموال التي قادرة أنها تشتغل مع الاردن؟ أنا باختصار دول أخرى قريب من وضعها الاقتصادي استطاعت المملكة المغربية أن توفر مساكن لجميع الطبق الوسطى والطبقات الفقيرة لماذا لا تضع الحكومة خطة شفافة ومدروسة ووطنية أنها توفر لهؤلاء؟ وبروح بيشتغل في الزراعية توفر للمسكن بروح بيشتغل في المهن ووفر مدارس وجامعات تخرج أصحاب المهن وأصحاب الكفاءات ممكن أيضا للقطاع الخاص أن يساهم في توفير فرص عمل بمعاشات متوسطة وقليلة اقترحنا اقتراح سابق وهو أن يعطى القطاع الخاص مزايا من أجل التعين مثلا قلنا أن الحكومة تفرض تعطي تخفيض ضريبة على أي مؤسسة بتعين مزايا إذن هناك طرق لتحفيز القطاع الخاص وعديد تستطيع إذا جلسنا مع بعض نستطيع حقيقة ونسمع لبعض بشرط نستطيع أن نحل العديد من المشاكل في ما يتعلق في الجانب الاقتصادي ممتاز أخي صالح سيدي القطاع الخاص أفسد من قطاع الحكومي لا رقاب ولا يشرب شلالية ومزارع وتنفيعات ويجتمعوا اثنين بقررها عامة أصحاب رؤوس المؤلمون أما المساهمة الأقل حظرنا طيب المادة 111 مدسور شو تقول يجب أن تكون ضرائب بمقدرة المكلف هاي راعة مقدرة المكلف ولا أبقلته المديونية عننا سيدي منزان القانون الموازنة بقول أنه الاحتياطي عندنا 12 مليار ونص البنك المركزي يكفينا لست شهر ونص هاي قديش مضى؟ شهرين ضل أربع شهور هل يكفي الاحتياطي هذا؟ هذا مؤشر خطير جدا واليوم فيه حكي اقتصادي حول الاحتياطة 12 مليار هذا بالموازنة نحن 16 مليار المديونية 27 مليار مضبوط 16 مليار دين داخلي وطني والتسعة مليار للصندوق النقد الدولي خلال عرفت؟ طيب نحن نلجي للسة 16 مليار ونقول لها نقابة المقاولين ونقول للديون ونقول للشركات افتح مجال لماذا أنا أركن على صندوق النقد الدولي وأعتمد عليه اعتماد كل يتحكم؟ بعدين قالوا عن ناش غاز واستوردوا من العدو الصيوني أنا مبارح بقرأ تصريح وقلتها في المجلس لمدير الطاقة بقول احنا غاز المسال غاز المسال مش باسمنا تريم ببطن ميناء العقبة يسموه ميناء الشيخ صباح صار وجهت سؤال في ديش بسمينه هاي كان مولونا 600 سده 670 متر مقعب بصدروا الغاز اللي هي مصر احنا منقول ما فيش عنا ومنطلب من العدو الصيوني وسعره في الكيان الصوني اكثر بكثير وندعم الكيان الصونيون وندعم الإرهاب بقول لك 670 احنا بنصدر لمصر شو تقول لي مؤشر خطير جدا بعدين احنا وقفنا اتفاقية الغاز مع مصر فيها شرط جزائي لما وقفنا ليش ما ارفع دعوة على مصر واطالبها بالشرط الجزائي بجوز مليارات حصر ليس سكتين عليه وهذا السؤال كمان وجه للحكومة وين اتفاقية الغاز وليش ما نفذته الشرط الجزائي جدا بعدين هيئة المستقلة 58 هيئة ديوان محاسمة برقبها ليش ما تلقي هذه هيئة المستقلة شو لا وجود ما لا وجود وبالتالي انا باعتقادي اخي رائد انه الوضع في غاية الخطورة والمواطن لم يعود يتحمل وبعدين صار الحكي تجاوز السقف العالي وصل لكل المسؤولين في البلد وين رجال ان كان وصفي هزاء المجالي رحمة الله عليه لما كلوب قال له بدي ان نزل الجيش مشان ابقيك واوقف الاعتصامات قال له والله ما بسمح تنزل قطرة دم واحدة من المواطن الاردني بروح بقدم استقالتي بروح هذا الرجال اللي بدنا اياهم اليوم يقول له هذا الصح وهذا غلط بدنا رجال يطلعوا يقول له الملك هذا الصح وهذا غلط هذا ما فيه اليوم ما فيه كل واحد خائف وكل واحد يسعى انه يرجع لموقعه لكن والله الوطن عزيز وغالي وانا والاستاذ مصطفى لما نحكي والله مصلحة الوطن وهم المواطن وجوعه وفقره ولا لا طامعا عني الوزارات يا دكتور ولا بمناصب هم الوطن همنا كلنا المرأة باخر الليل تستغيط بالله مش لاقي اللي قم تخبز لابنها غذيو وبتشوفهم على الحاويات بعد صلاة الفجر شو اقول لك اللي عمره سبعين سنة يقف على الحاويات او يقف على الرصيل مش لاقي يوكل وين هذي صارت واللي اللي الأول تبيع لهذا يا أستاذ رائد مشان تكمل ابنها او تسحبوه من الجامعات ما فيش امكانية للدراسة او امكانية لتكملة دراسته او ينسحبوه من المدارس في الصف الخامس والسادس لانه رقمة العيش مرة لكن الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديم هذا البلد آمن مستقر وسيبقى فيه رجال ان شاء الله يقولوا كلمة الحق امين امين سعادة النائب صالح العرموطي وسعادة النائب السابق مصطفى رواشلي كل الاحترام وتقديركم وجودكم كان رائع جدا اشكركم على هذه الشفافية واشكر كل من شارك معنا في هذا البرنامج واود ان ايضا اشكر كل من يقدم لنا افكار لهذا البرنامج ويتعاون معنا من خلال الفيسبوك ويشاهدنا من خلال الفيسبوك واليوتيوب ايضا سيعاد هذا البرنامج الليلة الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل ايضا غدا صباحا ساعة العاشرة وسيكون هناك برنامج بعد هذا مباشرة على قناة الاردن يوم برنامج الاردن يوم دائما نحن صوت الوطن الحر الشريف النزي كل المحبة وإلى اللقاء شكرا بسلام سيد بسلام شكرا 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 شكرا